النهاردة ليفربول أعلن عن القادة الجدد في ليفربول الموسم الجاي من الكباتة من الكباتة آخر الموسم اللي فات كانت قال إن محمد صلاح هيبقى القائد الأول أو التاني خد المفاجأة دي بقى خد المفاجأة دي الكابتن الأول في ليفربول الموسم القادم هيبقى فاندايك الكابتن التاني في ليفربول الموسم القادم هيبقى الكسندر أرنلد الكابتن الثالث في ليفربول الموسم اللي جاي هيبقى روبرتسون الليفت باك الكابتن الرابع في ليفربول الموسم اللي جاي هيبقى أليسون بكر لو الأربعة دول بقى ما بقوش موجودين في الملعب وده صعب هيبقى ميني الكابتن محمد صلاح رقم خمسة خمسة غريبة عجيبة صعبة وصقيلة محمد صلاح نجمع الأول في ليفربول بقى له أربع سنوات على الأقل الراجل اللي الجماهير بتعشقه اللاعبين بيحبوه العالم بيحبه كابتن منتخم مصر يورجان كلوب شاف أنه ما يبقاش رقم واحد أو حتى رقم اتنين عشان كده يورجان كلوب اتسأل ليه خليت محمد صلاح في الترتيب الخامس بين كباتن ليفربول فقال سياسة حلوة أحب الناس اللي بتتكلم بالسياسة كده اللي هو ايه زكي يعني قالك محمد صلاح قائد بالفترة هو قائد لمنتخب مصر واحد أفضل اللاعبين اللي لعبوا ليفربول على الإطلاق كلام جميل تعال بص الباقي قالك احنا بحاجة لصلاح ليكون نموذجا يحتزى به وباعتباره الشخص الذي يقود الخط الأمامي فهو أول من يضغط وهو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب يا سيدي على الكلام الحل ماشي وبعدين قالك خارج الملعب صلاح الشخص زكي والجميع يحبه ويرود التواجد معه لذا فهو بالنسبة لنا فوقك الأهمية بالنسبة لكل الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها أعتقد أن فندايك وأرنالد وربيرسون قادرون على ذلك ويأتي بعدهم أليسون ثم صلاح صلاح وأليسون يمكنهما أن يكون على طبيعتهما ويسعدان الفريق بأفضل طريقة ممكنة هذا هو اللاعب الذي نحبه وهذا هو اللاعب الذي نحتاجه يا سيدي على الجمال يعني يقصد قيم الآخر يقصد أن أنا ببقى لك كلام حلو ده واحد اتنين أن أنت كده كده يا محمد صلاح مش محتاج شارة الكيادة وأنك تبقى كابتن للفريق أنت كده كده اللاعبة بتحبك أنت كده 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 أنت كابتن في الملعب وأنت كده كده كل الكلام لطيف وجميل بصراحة برضه أنا مش بلعة أنا بحب يورجان كلوب جد أنا مش بلعة محمد صلاح ما يبقاش كابتن الليفربول دي غريبة جدا جدا طيب